الزواف الزواف نطرح سؤال وعلاش يخذينا الاستقلال تانا الاسم الرسمي تانا الجزائر باللغة اللاتينية مصبحش الجزائر وقع دلالجيغي تنك بارت نبدأ السلام عليكم نعودون نرجع في فيديو جديد واليوم موضوعنا هو الزواف سمعنا بزاف كلام سمعنا بزاف الخرافات سمعنا السبان قرائنا السبان بصاف تهجم على منطقة معينة من الجزائر كانها حاملت كل المشاكل وكل طغارات تاريخية arem عدت جزائر وهي منطقة القبائل معلنين ان القبائل voor أنقلونpatELL امازيغية موجودة في شمال افريقيا وفي حدود الجزائر الحالية ملقبة بإيقاواون وهو اسم الرسمي بالصحة ما ما اسموها إيقاواون اسموها الزووة وعلماذا اسموها الزووة؟ ما لدينا حتى الآن لما ترسيونتي فيك لكي نقدروا ندرسوا هذه القضية على قبلنا بما كانت قبائل مقربة بالإيكتامن الكتامة مؤسسين الدولة الفاطمية كانت عندهم قدرة حربية وقدرة صائرة وثورية هذه في فكرة المرحلة الأولى أين كيفاش الفاطميون استغلوا هذه القدرة الثورية للمحاربة الأغلبية ثم العباسيون انطلاقا من مصر وحتى في فترة الرومان ماسي نيسا يستعمل هذه القبيلة التي يشنبه الانفونتريت على كافالري دياله سيتقدر الفكرة الحربية كانت موجودة عندهم في قرن 16 تأتي تدخل علينا الأتراك عبر ممثليها وهم الإخوة عروج هم العثمانيين في تلك المرحلة إلو ترم إريكوبيري زواوة إريكوبيري للرمز تاع هذو العسكر اللي يدخلوا من الجزائر في للاستريكتور ميليتر تورك لكن غير مرموز عليهم باللي أنهم قبائل أم لا نطرح سؤال ضعنا لحقنا إلى مرحلة الدولة العثمانية في الفيديو اللي درناهم في يوتيوب فصلنا كيف كانت البنية الاجتماعية الأنتروبولوجية القبالية تاع الجزائر ذكرنا بلي كانت تلت أصناف من القبائل كانت القبائل الراية كانت قبائل المخزن وكانت قبائل السيبة قبائل السيبة سيديو ديطاي كينوز انتراس وهي كانت عبر مملكتين موجودات وهي مملكة كوكو أي جبل كوكو ومملكة قلعة بنو عباس أي ثعباس أين موجودة هذو قبائل السيبة التي كانت طائرة ضد السلطة العثمانية وين كانت كانت في منطقة القبائل يومنا هذا صح لذلك لم يكن لديهم تعامل عسكري وإن كولابوراسيون ديركت مع لزورو توريتي أوتومان العثمانيين رأي جاءت فرنسا 1038 دخلت للتوضيح كين دخلت فرنسا في 1038 لم يستوالوا قاردات قارلاستريكتور اللي لقاتها وورتتها عن النظام في فترة الدولة العثمانية على بيها حتى 1962 تلاقينا بالبشار بالآغة بالقايد وبزواف سيتدير الزواف ماشي كانت ترمز إلى انتماء منطقة جغرافية بسح كانت ترمز إلى نظام عسكري يدخلها ما سمي بالبعد بظهور الحركة الوطنية بالجزائرية أبارتير 1831 سولان بولسيون إلور تعلو جنيرال كلوزل يجب أن ترمز و لماذا يجب أن ترمز ترمز يا ترمز يا جدك دخل الوحد للبلاد قد منها الألجيري تضع المارك والمالجيهة والتونس والذي بحر أمام فرنسا فرنسا الألجيري تضيف أمام فرنسا لا تنسوا هذا أمام فرنسا والمالجيه والجيش لم يكن لديه القدرات أوليا طوبغرافيكة لتدخل في مكان لا تنسوا في الليل لا تنسوا طبيعة ضده تحهم قليل لذلك في 1831 تضيف البطايا الزواف لا تقول في 1831 تضيف على البالي أنا بحاجة في 1831 منطقة القبائل لا تزال لا تسقط تحت يد الفرنسيين من جاء هذا القبائل يقولون الزواف وعلى البالي في 1852 ستعدد 22 سنة من بعد تسقط منطقة القبائل بعد وفاة شريف بوبغلا أو لا لا فاطمان سومر كيف هاش الناس تقول لي باللي الزواف هم القبائل لأنك عندنا كم اللاماتيار التي تثبت باللي البرمير رجيمون الزواف سيتكري في بلده ثم في وهران ثم في قسنتينة لأن قسنتينة تسقط في 1837 يناس لا يستطيعون يحقوا يجيبوا في منطقة ما زل ما دخلوا لها كونوا واقعيين إلا إذا أردنا أن نبقى إلا في الضغم وفي الأوهام وفي شيء من الغير نرمو الحجرة دائماً للغير فكرة الزواف لا يستطيعون أن نبقى على شيء آخر وهي الحركة الحركة ظاهرة ظهرت ما بين 1954 و 1962 ونحن نعود نرجع للزواف هم الذين كانوا يقومون بالحركات العسكرية لا يستطيعون داخل الجيش الفرنسي مع الجيش الفرنسي أطولهم سلح الشفر التحهم عبر الكتاب الذي نشر العمل فتر الجيش الفرنسي لا يستطيع التحكم لا يستطيع التحكم إذا أسمي لذلك يثبت بالوثيقة لذلك حركة 450 ألف 25 ألف منهم التحقوا بفرنسا في أوضاع مائشية ضنكاء أين راحوا الـ 425 ألف أين راحوا؟ أين راحوا؟ الزواف هما مصدرهم جزائريين مصدرهم جزائريين لا يهم شاركوا مع الجيش الفرنسي الحركة كيف؟ في مرحلة الحرب التحريرية جزائريين شاركوا واختاروا الـ 40 ألف في فرنسا صح في المرحلة الحالية التي نعيشها هذه المدرسة الواقعة لأننا نقوم بإكسترابولات في 2019 في حركة وفورة المباركة الجزائرية إذا كان في فكرة الحركة والزوافي هو من يقف مع العدو واليوم الثورة المباركة يقوم بها الشعب الجزائري سيتقدر هو كلمة الحق هو كلمة النصر هو عنده الحق والعدو العدو هو كل ما يرمز لهذه السلطة وهذا المنظومة الفاسدة الذي يريد الشعب إسقاطها كيف كل من يقف معه هو حركه هو زوافي لذلك هؤلاء الناس يقولون القبائل ولا غيرهم لأنهم لا يساندون الحكم ليس معهم هذا الموضوع في الموضوع يومنا هذا يقولون أنهم زوافي يا أخي لا لا هذا يقولون عبره فيك لا لا العبره فيك أنت يشهد لك التاريخ إذا فاز هذا الحرك بالذي أنت هو الحركي بالذي أنت هو الزوافي إذا لم يفز هذا الحرك بل الأساسي يكريت بل كيف نحن يا الشعب نحن نقوله الحركة نحن نقوله الزوافي فالنظرة تأكم تفوز بإذن الله لا تفوز لأن الحق دائما يفوز لذي قالوا أننا هم الزوافي نحن في حومة الزوافي هنا لدينا 32 شاهد لا يمكن أن يكون هذا الزوافي 34 34 في جزائر العاصمة أنا أتكلم لن نبضي لجزائر العاصمة ونظن بأن كل أحياء في الجزائر وفي الجزائر بكلها بـ 48 ولاية عانت من ذلك لذي أحبسونا من هذا الشتم أحبسونا من هذا التقليل أحبسونا من هذا التهجم ومن باب الشرع أحبسونا من هذا القدف إذا لم تخفتوش التاريخ خافوا ربي آخر فيديو نظروها في قانة البواطة آخر قبل انطلاق مشوار جديد نتلاقى في الخير